الله أعلى 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 والسلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم أهلا ومرحبا بكم وبأهل تونس من سنتين نتابع في البرنامج ومحصليش معنا الشرف حتى نتحصل عليكم أستغفر الله يعني يجد اليوم الليلة الفرصة هنيئا لك هذا يوم أربعين الحسين عليه السلام فهنيئا لمن يعلن تشيعه في هذا اليوم المقدس الذي هو يوافق مضي أربعين يوما على شهادة أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه الصلاة والسلام هنيئا لك أخانا الكريم شكرا يعني والله الزريبة يعني أحنا في المنزل أنا عثمان وخيب وبكر يعني الليسة بإشاء الله ما يكون لا ابقى على اسمك يا أخانا الكريم أولا اسم عثمان ليس حكرا على عثمان بن عفان عليه غضب الله ولعناته بل هم هكاء آل صالحون اسمهم عثمان أسماهم عثمان منهم عثمان بن مضعون مثلا رضو عن الله تعالى عليه أحد الأصحاب الأبرار لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله ومنهم عثمان بن سعيد العمري وهو السفير والنائب الأول لإمامنا المهدي عليه الصلاة والسلام أنا ضد مسألة أنه هذه الأسماء إذا ما تشيع أحدا وكان يحملها يبدل اسمه لأنه بعض الإخوة المتشيعين يفعلون ذلك أقول لا ابقى على اسمك حتى أولا يلفت ذلك الانتباه أنه كيف شخص شيعي ويحمل هذا الاسم اللي غير متداول أو غير رائج في الوسط الشيعي ومن جهة أخرى أننا لا نريد أن نعطي وكالة حصرية لهؤلاء الطغاة بهذه الأسماء أصلا يعني أنني انشأت معناتها في عائلة سلافية وأظهرت يعني المناج متاعي على نن معناتها بدون خوف يعني وقليت تيقنت الأشخاص الذهم كافرين وعملوا شيئ ذكا في البيت رسول الله يعني ما ترددتش يجيني ابن عم يقولي ما على السف رجل الله شنا شيعي عزين مولي يعني ألو نعم نسمعك تفضل أخي الكريم أخو عثمان سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صوتك مسموعة معلش وانت عروا وبشرة انت فضلك ملأخي عثمان يعني بحول الله أصلا عندي صحابي هم تسيئة نحن ما بعضنا معناتها ما شاء الله أصحاب ما شاء الله وإن شاء الله نعلم جميعا جميعا معنا التشيئة نبدأ الأول إن شاء الله عمد الله كم عددكم أخو عثمان وصوت نعم كم عددكم أخي ستة ما شاء الله ستة شخص سهارة حسينية يعني بشكل جماعي سيكون بشكل جماعي أخو عثمان صحيح نحن نبحث قديم يعني نبحث وتوصلنا الحقيقة بحول الله معناتها ذي مدينة الحامة في جنوب تونس يعني شعب شكل رهيب يعني تشهد معناتها تشيئة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني بركة سيدنا حسين وصلت يعني لتونس وإن شاء الله توصل العالم لكل الله الله صرات الله هنيئا لكم هنيئا لكم أخو عثمان أنت وإخوانك على العين وعلى الرأس ومحلكم القلب إن شاء الله شكرا إذا كنت مستعدين لإعلان التشيئ شكرا نعم مستعد نعم الشيخ معكم تفضلوا على بركة الله تعالى قلوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنه لا شبيه له ولا نظير جل جلاله أشهد أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين وسيد الخلق أجمعين ومبرأ من كل عيب وشين ومبرأ كل عيب وشيء صلى الله عليه وآله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حججوا الله أن فاطمة الزهراء وأبناء المعصومين حججوا الله صلوات الله عليهم صلوات الله عليهم أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار صل على محمد وآله الأطهار الله صل على محمد وآله محمد وعجب 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 والعان أعداء أنيئن لك أخان الكريم تقبل تهانينا وجماعك الله تعالى بمحمد وآله عليهم والسلام في الجنة وأنيئن لأهل تونس بولائهم لأبي عبد الله الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه صلوات الله عليهم أجمعين عمركم شيخ نسألكم الدعاء حياكم الله يا حب آله حياكم الله أهلا وسألكم الدعاء حياكم الله